تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن لقي سبعة أفراد من الدفاع المدني مصرعهم إثر هجوم مسلح شنه مجهولون على مركزهم في بلدة سرمي شرق مدينة إدلب حيث قام المسلحون بسلب كافة المعدات والآليات المتواجدة في المركز ولا ذو بالفرار يشهد ريف إدلب المحرر عموما فلتانا أمنيا وقد سجل العديد من جرائم القتل والخطف نفذها مجهولون بحق أشخاص مدنيين فضلا عن عمليات السلب والنهب التي تظهر بين الحين والآخر توصلت الاشتباكات العنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات الخاصة الأمريكية من جهة وأفراد تنظيم داعش من جهة أخرى على محاور في محيط حي نزلة شحادة والمدينة القديمة في المدينة وترافقت الاشتباكات مع قصف من طائرات التحالف الدولي على محاور القتال ومناطق سيطرة تنظيم داعش في المدينة ومعلومات عن مزيد من الخسائر البشرية جراء القصف فرض تنظيم داعش الإرهابي حذرا للتجوال في مركز قضائة اللعفة الغربي الموصل وقام بنشر مفارزه المسلحة في التقاطعات والساحات العامة وفي آخر التطورات الميدانية شن طائرات عراقية من طراز F-16 عدة ضربات جوية تمكنت خلالها من تدمير مواقع تجمع تابعة لتنظيم داعش في القضاء في اليمن حقق الجيش تقدما كبيرا في الجفهة الشمالية الغربية لمدينة تاعز وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الجيش سيطر على أجزاء واسعة في محيط منطقة مدرات قرب مصنع السمن والصابون وحرر قريتي الصرة والذرة بالقرب من نقطة الهنجر باتجاه مفرق شرعب ونسبت الوكالة إلى مصدر عسكري قوله إن خمسة من أفراد الميليشيات الإنقلابية قتلوا وأصيب آخرون وتم أسر ثمانية منهم أفادت وكالة الأنباء الإماراتية نقلا عن بيان للقوات المسلحة باستشهاد أربعة جنود إماراتيين في محافظة شبوة في اليمن خلال مهمة اعتيادية تعرضت لها طائراتهم المروحية لخلل فني ما أدى إلى هبوطها إطراريا وارتطامها بالأرض ارتفى عدد ضحايا تصادم قطارين بالقرب من محافظة الإسكندرية في مصر إلى تسعة وأربعين قتيلا فيما أصيب نحو مائة وخمسة وعشرين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ووقع الحادث في منطقة خرشيد بين قطار قادم من القاهرة إلى الإسكندرية وآخر متجه من الإسكندرية إلى مدينة بورسعيد وفق مسؤول مصري نهاية الموجز في أمانة اشتركوا في القناة